شكرا معلقنا كابتن أحمد منع إذن انتهت أحداث المباراة لأهلي ومصر التأمين بفوز النادي لأهلي 81-44 كده نوصل للمباراة الثانية كده نتيجة اللقاءات أو سلسلة اللقاءات 2-0 نادي الأهلي يتبقى خطوة وحيدة على التأهل لقبل النهائي برحب بديوفي كابتن طاهر أهلا بيكا كابتن طاهر أهلا بيكا كابتن سلاوي أهلا بيكا كابتن طاهر يمكن مباراة مشت أحسن مما كنا لا تخيل ده المتوقع أنه هو حيب الفر أنت حضرتك لو بصينا على المواجهات بين الفرقة في نصف النهائي بطلود منطقة الخيارة مثلا كان الأهلي ده أصلا كان في الدوري الأهلي اتغلب من مصر التأمين عشرة بونت في ملعبنا ده كان في الراوند الأولاني في الترتيب ثلاث مواجهات بتاع ده كانت كلها فوق الخمسة وثلاثين بط ثلاث مواجهات الأخيرة اللي هي في الحاجات المصرية نعم الحاجات اللي هي إنما يعني مثلا في الراوند التاني كانت حوالي خمسة واربعين بط بين الأهلي ومصر التأمين في التمهيد أو في دور التمانية دور الفرق التمانية لما كانوا بتلعب بعض رحجة فرق خمسة واربعين بط بعد كده هو الربع النهائي زي ما احنا شايفين مش يقل من خمسة وثلاثين بط واردك أربعة وتمانين تسعة واربعين والنهاردة واحد وتمانين أربعة واربعين سبعة وثلاثين نقطة نعم دليل على إن ورغم إن إيه إن إنت مجرب الاثناشر والديت مساحات بالتساوي للجميع صحيح للاثناشر كلهم دي تساوي يعني مركزتش في إنك إنت تبقي على خمسة لفترات طويلة كوارتر بحاله لا مفيش أنت ديت الروتيجن وإحنا طبعا بنقول إن المطشين مش معيار لمستوى الأهلي لمستوى الأهلي هو معياره نادي الاتحاد نادي الزمالك زي ما كان لعبنا في الكاس كده كان طبعا متفوق فنيا خدت بالحضرتك مع فرق معها معترف مع فرق بتنافس وعندها طبعا الخبرة الكثير يعني نعم كابت سلعوي يمكن النهاردة اللقاء شاهد برضو مشاركة عديدة روتيشن على طرف اللاعب نسب ممتازة جدا شوفنا النهاردة أداء دفاعي روعة وتركيز نفسه هو هو رأيك إيه النهاردة؟ أنا رأيي بصراحة إن الشوط الأولام الثاني كان أحسن أفضل من الثالث والرابعة بس بداية نحب نقول مبروك لنادي الأهلي خطوة الأمام هارد لك نادي التأمين فريق محترم لكن ما احترمناك كامل إنها مبركة سهلة طبعا بالنسبة للنادي الأهلي وهي دي رقم اتنين ونقصتنا خطوة إن شاء الله من الخميس لكن أنا أعتقد أن الفترة الثالثة والفترة الرابعة أنا شخصين ما كنتش مبسوط منهم معدل التهديف نزل الفترة الأولية والتانية حطنا خمسين نقطة الفترة الثالثة والربعة حطنا واحد ثلاثين نقطة أي بمعدل خمستاشر أو ستاشر فهي يعني كان لازم خلينا يا كابتن معلش أستاذ الحديث خلينا نروح لأرض الملعب وزمنا فروس صلاح ولقاء مع المدير الإداري الكابتن الكبير طرق الغنام إليك الكلمة يا فروس من جديد وجدت تحية بالكابتن أيسم السعيد وضيوفي الكرام كابتن محمد السلعاو وكابتن طاهر رجب طبعا مباراة مهمة من فريق النادر أهلي والفوز على الفريق مصر تأمين في المباراة الثانية أداء أكثر من رائع للنادر أهلي ومهم جدا يا كابتن أيسم أننا يكون عندنا في الجهاز الفني واحد من الأساطير اللي عارف يعني إيه شغف الجمهور وعارف يعني إيه سقف طموحات الجماهير للنادر أهلي بعد الفوز بأربع بطولات قالك لسه عندنا بطولات كتير لسه مستنيين بطولة الدوري طبعا من ضمننا في هذه الأسناء واحد من الأساطير النادر أهلي في الكورت السلق كابتن طاري الغنام كابتن طاري طاري براحب حضرتك على شاشة تقونات النادر أهلي تحية الكابتن هيسم السعيد كابتن محمد السلعاو وكابتن طار رجب جيم جيم مهم جدا ومهم جدا نحن نكون لمسين شغف جمهور النادر أهلي وسقف طموحات الجماهير النادر أهلي بعد الأربع بطولات لسه عندنا تحدي جديد بطولة الدوري دوري السوبر باسد الله أولا من بمسي على كابتن أيسم وكابتن طاري وكابتن سلعاوي وبقول الجمهور الأول ألف مبروك على بطولة الكاس طبعا بطولة غالية وتضافي لبطولات السنة دي الحمد لله السنة دي احنا يمكن مختلفين عندنا ربنا كرمنا بربع بطولات اللي شاركنا فيهم قدامنا واحدة تعتبر أهمهم طبعا مش هنخفل لأن الدوري هو أهم طولة في السيزون إن شاء الله بإذن الله الناس بشكلها الجديد وبالمستوى اللي بيقدموا اللعيب الرجال اللي ماشي بالسنة دي إن شاء الله بإذن الله رب العالمين نفرحهم السنة دي وهم عندهم كلهم زي أحمد سماعي لهو الشطة بتاعته مبسوط قوي وعمل يقول لي قول كلمتين في حق هلوين فببارك له طبعا من الرجال اللي أضيفت السنة دي للفرقة وببارك الفرقة كلها وبقول لهم وبقول للجمهور إن شاء الله وانتظروا منه إن شاء الله بإذن الله اللي جاي أحسن بإذن الله رب العالمين كما تنا كانوا بتكلموا في الستوديو التحليلي على الأداء في الكوارتر الأول والتاني جايبين خمسين باسكت الثالث والرابع و 31 خفاض المعدل التهديفي في الكوارتر الثالث والرابع كما تنا قالوا مش مبسوطين من الأداء في الكوارتر الثالث والرابع لا دايما بص مش هت انت ماشي بتريح اللعيبة بتعمل تغييرات بتشوف الناس المصابرة جعمل إصابة بيبعندك كذا حاجة تعملها طبعا معدل ممكن يخطين خفض شوية لما السكور بيفتح يمكن دايما في الطبيعة اللعيبة المصرية إن ده بيبقى الوضع يعني بس أنا شايف بالعكس يعني مروان سرح النهار درجاء ودي حاجة مهمة جدا الدنيا الحمد لله أحسن أي خمسة بينزل مع بعض بيقادوا في تشكلات جديدة يعني في الدنيا الحمد لله بالعكس أنا شايف إنها كويسة وده المهم أنت بتطلع بنتيج تلمطش يبقى 2-0 ودي حاجة كويسة الحمد لله سألت الكابتن محمود الخطيب أخيرا ليكم بعد التطويق بكأس مصر وإحنا زي ما قلنا مستنيين بطولات كتير جدا من فريقورت السلق شايفت إزاي ونقلتان للعابة إزاي كابتن طارق؟ لا طبعا كابتن محمود صراحة كفاية مكلمته هو يعني مباشرة بعد البطولة دايما صراحة بيدينا تليفون بيحمسنا وبيقول لنا توصل للعيبة وتقول لهم مبروك وأداء رجولي ومشرف ودي في حد ذاتها دعم طبعا كله بيتنقل الفرق أن هما مجرد ما بيعرفوا أن كابتن محمود التكلم في التريفون بتبقى دفع جمدة جدا وبشكره طبعا على اهتمام وهو وقف معنا على طول وإحنا بنوعده إن شاء الله أن الجاي بإذن الله بنفس المجهود ونفس الأداء اللي إحنا بدقينه السنة دي بإذن الله شكرا كابتن طارق بالتوفيف المباردة اللي جاي بإذن الله كابتن طارق المدير الإداري للنادي الأهلي طبعا إذا ما طمنت حضرتك إن شاء الله على عودة اللعبين المصابين خلاص عمر عزب أسبوعين هيكون موجود أيضا اللعب عبدالله ناصر أيضا وكل اللعبة اللي هي كانت غايبة النهاردة الجمال أيضا خلال أسبوع أو عشر تيام هيكون موجود طبعا فوز مهم النهاردة قبل المباراة المرتقبة طبعا المباراة الثالثة إن شاء الله لكون يوم الخميس القادم من جديد تعود الكلمة للكابتن هيسم السعيد وضيفه الكرام زميل العزيز فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا نروح لسالح حامد زميلتنا من الأرض الملعب واللقاء مع العائد الوافد الجديد مروان سرحان إليك الكلمة يا سلام من جديد برحب بك يا كابتن هيسم وبرحب بكل ديوفك الكرام في الستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناتنا دي الألي في كل مكان وبالفعل كابتن هيسم زي ما حضرتك قلت ممكن معي النهاردة يعني واحد من النجوم المباراة النهاردة والعائد بعد فترة طويلة يمكن تقريبا ثلاث شهور من الإصابة مروان سرحان أكيد في البداية برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي وخليني في البداية أقولك مبروك مرتين مبروك الماتش النهاردة طبعا بعد ما كسبته على مصر التأمين ومبروك عودتك للملعب مرة أخرى والمشاركة في المباراة شكرا سلا وبرحب كابتن هيسم طبعا وكابتن سلعاوي كابتن طهر في الستوديو وشكرا على الكلمتين الحلوين دول وأنا سعيد والله بالعودة أكثر من أي حد يعني كان الفترة اللي فاتت دي كانت فترة صعبة شوية نفسيا برضو إن الموضوع ما كانش طعب وعملية وقبس شهر وبعد نقرر نحن عملية فدأ أخرتني شوية فالموضوع كان طويل وكان يعني صعب شوية نفسيا بس الحمد لله يعني الحمد لله للفرقة وجاز الفني الناس كلها ساعدتني يعني والحمد لله على العودة مبروك المرون تكلمت في نقطة مهمة جدا وهي الجزء النفسي إزاي طبعا مسرق جاصي بوش وللجهاز الفني اتكلم معك النهاردة بإزاي قبل المباراة نهاردة انت بتشارك لأول مرة بعد فترة طويلة يعني احكي لي كده اتكلم معك قالك إيه نصحك بإيه طبعا قبل ما تشارك النهاردة والفترة اللي فاتت دي يعني كان أخذناها تدريجيا قبل مباراة الكاسب مثلا بحوالي كمي يوم كده كان الدكتور الجراح يعني قال لي أبدأ التمرين بس حاجات فردية كلها نو كونتاكت شوتينج الواحدي دريبلينج حاجات الأساسيات الواحدي يعني وأنا متضمتش في تدريبات غير بالي تلت تمرين بزبط فهو بعد التمرينتين الأوليين هو كان عايز لعبني وكان يعني محتار يعني آه أو لا آه أو لا عشان ما كنتش لي يعني أعتبر لسه مش جاهز فنية يعني ما في المية بس كان بالي تمرينتين بس فهو كان اتكلم معي وقال لي أنه عايز يديني في المواطسط دي يرجعني واحدة واحدة يعني بحيث أن نحن لفترة التوقف دي ممكن نكون صعب شوية نحن نعمل المواطسط دي فهو عايز يبدأ يديني في المواطسط دي واحدة واحدة بحيث أن أنا أخذ الريتم بتاع المواطسط ولما نيجي نلعب إن شاء الله في السمي فاينل ما يبقاش موضوع يعني إيه لسه جديد أو حاجة فهو طبعا بشكر الجاز فنية كله أنه هما ساعدوني في الحتة دي وعطيني سيكه واسكن فيها وانتي صبعا زي ما شوفتي مي تيميتس برضو يعني واسكن فيها وبيساعدوني على الرجوع بشكل أسرع وان أنا أدابت وسطهم بشكل أسرع فالحمد لله يعني على التيميتس زي دول وجازة فاني طبعا الحمد لله مروران نهارده يعني برضو الحمد لله زهرت بشكل مميز في الماتشو كمان منشان ده بس كل اللاعب النادي الأهلي نهارده زهرته بشكل كويس وبشكل قوي قدام مصر التأمين كلمين طبعا عن أدائك النهارده وأداء اللاعب النادي الأهلي هو طبعا برضو يعني الحمد لله شكلي إلى حد ما كويس إن إحنا في الفترة اللي فاتي ديما يعني أنا كنت قائدية مش شغالة كباسكتبو ويز يعني بس كنت باتمرن طبعا في الجام في الملعب حتى لو كنتش باشاري كنت باجي باجري كنت حضر في التمرين متابع كل الأساسيات يعني اللي بتحصل في الملعب والفنيات فده بالنسبة لي طبعا بالنسبة للفرة احنا مستعدين طبعا لفرة التأمين كويس جدا درسين هم متفرجين عليهم كويس جدا وإحنا طبعا معنا الدفع نساعد كاس ماصر فده بوش كويسة جدا نحن نقدر نساعد نكمل عليها وطبعا الصفحة بتاع كاس ماصر تقفل طبعا بس أن أنت طبعا بطل ودي شخصيتك يعني فدي مفروضة قدامك في الملعب على المنافس يعني فدي كل الحاجات دي بتساعد حتى لو والماتش يعني مش مش في أعلى مستويات يعني بس فحمد الله يعني مروان طبعا نظرا ندي كل وقت في خلاص يعني فاضل يومين على الماتش الثالث يوم الخميس إذا إن شاء الله تستعدوا الماتش الثالث وبردو نفس يعني إحنا طبعا بنلعب نفس الفرقة فالي الساعدات ستبقى واحدة نفس الكي بلايرز حفظينهم وحنتفرج على الغلطة بتاعتنا وماتش التاني ونحاول نحن يعني المستيكس اللي احنا عملناه النهاردة وماتش اللي فاتن هي تقلل هديئة أحسن حاجة نقدر نعملها الساعدة للماتش اللي جاي بس كده مروان طبعا بقولك مبروك مرة تانية على عودتك وعلى ماتش النهاردة وبتوفيق إن شاء الله للفترة اللي جاي سلام وشكرا كابتن هيثم والستوديو بكامل سلام روان كده طبعا كان نلقى يا كابتن هيثم مع واحد يعني من نجوم المباراة النهاردة والعائد زي ما حضرتك قلت مروان سرحان والآن عودة مرة أخرى للستوديو كلمة لك يا كابتن هيثم تفضل سلام حامد بشكرك شكرا جزيلا ألف مليون مبروك عودة مروان سرحان يمكن هو أسعد الناس النهاردة بعودته لأن الحقيقة اللعيب هو مصاب بيبقى في حالة نفسية صعبة يعني مبروك عودته وزي ما قلت يا سلام مبروك عودته مبروك المكسب خلينا نروح لفاروق صلاح ولقاء مع أحد المصابين إن شاء الله اللي بإذن الله نسمع عنه أنه هو يرجع أخبار كويسة يرجع كمان أسبوعين عمر عزم تفضل يا فاروق من جديد أجد التحية بالكابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام وكل مشاهدين مشاهدة متابعة شاشة قناة النادل ألي في كل مكان عايزة عافة عند نقطة مهمة جدا كابتن هيثم وهي الروح اللي ما بين العادة النادل ألي الروح اللي نشوفته ما بين عمر عزب وإحنا قفين بني نتكلم معه مع أحمد مويب كابتن أحمد إسماعيل مع كابتن طارق الغنام مع كل اللعبين مع مرون سرحان الروح دي مهمة جدا كابتن هيثم لكن خليني بقى أرحب عمر عزب ونقول له وحشتنا في الملاعبة كابتن عمر عايزين نطمن عليك كابتن هيثم يعني نطمننا برضو على عودة مرون سرحان عايزين برضو نطمن على عمر عزب تحياتي الكابتن هيثم السعيد الكابتن سالعاوي كابتن طهر رجب كابتن عمر وحشتين طبعا تحياتي لكل اللي في الستوديو وتحياتي الكابتن هيثم وكل في الستوديو طبعا أنا الحمد لله تمام بدأت تأهيل وإن شاء الله يعني أسبوعين كده إن شاء الله يعني لكم في ملعا إن شاء الله كنت بتكلم على الروح اللي بنشوفها ما بين اللعب النادي الأهلي الروح اللي بنشوفها ما بين المصابين النهاردة موجودين أنت موجود النهاردة أحمد مهيب برا المبارة موجود دي روح مهم جدا ويعني اعتقد دي دي سمات لقبت النادال لا دي طبعا دي اللي تفرق عن فرق فرق دي يعني اللي بتجيب البطولة في الآخر كان بيتكلموا السلفاته ما فيش توفيق ما فيش الكلام دا التوفيق بييجي من الروح بيجي إن احنا نبقيد واحدة بنيجي إن احنا قلبنا على قلب بعض بنيجي إن احنا بنشجع بعض ده اللي في الآخر ثانية ممكن تلاقي واحد يعني معايا في الفرق جاب شهر في الآخر ثانية ده عشان احنا فرق واحدة كلنا عايزين نكسب كلنا فدي طبعا روح اللي بتفرق دي روح الفنان الحامرة فطبعا دي روح البطولات فمهمة جدا طبعا كنت بتكلمني على السلاسية بتاعي تحمد موهيب وانتلي لسلاسية بتاعي تحمد موهيب يعني وحيدة من الألعاب المهمة جدا وخلاص أحمد موهيب بالسلاسية دي طبعا لا أحمد موهيب طبعا مكتهد وشويت شارب شوتر طبعا محتاجينه جدا في الفرقة سلاسية كانت صعبة جدا كان عليها يعني براشر وفماتش مهم جدا ويعني طبعا الحمد لله يعني طبعا أخيرا كابتن عمر شايف ازاي الموسم بعد أربع بطولات منطقة القيارة البطولة العربية وأيضا كأس مصر وطولة منطقة القيارة زي ما قلنا وفي بطولة الخمسة من منتظرينها شايف العمر ده ازاي وانتوا قفين عند شغف جمهور النادر أهلي وطموحات جمهور النادر أهلي ازاي طبعا احنا يعني المسوق جدا من ده الفرقة ده الفرقة رجولي جدا لغد دلوقتي عملنا اللي علينا وأكتر ان احنا الحمد لله سنة أربع بطولات بس لسه يعني احنا قفلنا كل الصفحة اللي فاتت احنا كنا ما كسبنش أي حاجة احنا مركزين اكتر في الدوري وبعد الدوري هنكس في اللي بعده احنا ان شاء الله بناخد بطولة في بطولة هي دي يعني اللي كابتن جوستي بيوصله لنا ان احنا لازم نقفل الصفحة القديمة ونفتح صفحة جديدة كل لما نكسب بطولة شكرا لك كابتن عمر والتوفي ان شاء الله في المرات وطور رجع لنا بألف سلامة ان شاء الله شكرا لست جدا كابتن هيسم كان مهم طبعا نتطمن على عمر عزب نتطمن على كل اللاعبين لكن نقطة مهمة جدا يا كابتن هيسم احنا خلاص ما كسبناش أي حاجة احنا خلاص نسينا الاربع بطولات احنا عندنا الهدف القادم وهو بطولة الدوري ان شاء الله طبعا بطولة مهمة جدا للعابة النادي الاهلي فوز مهم النهاردة خطوة مهمة جدا من جديد تعود الكلمة لكابتن هيسم السعيد وضيوفه الكرام زميل العزيز فارق صلاح صدقت الكلمة فعلا احنا احنا قفلنا اللي فات بنفكر في اللي جاي طمعانين مكسب بالذات مع كرة السلة الحقيقة انتوا عارفين كرة السلة السنة دي عاملة حالة يمكن السنتين اللي فاتوا زي ما قال ضيفي النهاردة كابتن محمد السلعوي السنتين يمكن كرة السلة كان بتبقى الافضل ولكن بتخسر لسه محتاجين محتاجين بطولات زي ما بيقولوا عايزين نكسب عايزين نعمل تاريخ اكتر مع كرة السلة وهذا اللي يستحقه النادي الاهلي خلنطلع لفاصل عزال مشاهدين عشان نرجع لسه عندنا كلام كتير عن الفنيات ولكن بعد الفاصل اهلا بحضركم من جديد بفكركم احنا كده بقينا 2-0 في سلسلة المبريات يتبقى لانا مباراة وحيدة ونتقاهل المباراة قبل النهائي ان شاء الله لملاقات غالبا هيكون نادي الجزيرة المباراة التالتة هتتلاعب بعد بكرة ولكن ليست على ملعبنا هتبقى على ملعب مصر للتأمين وهيكون هو المقاولين العرب ملعبهم او ملعب خاص بالتأمين ملعب المقاولين العرب كل التوفير اللي في ريتنا يرجع لك كابتن سلعوي تاني عندك الكثير عن مباراة لسه تقوله يعني يمكن حضرتك كنت شايف انه طبعا يمكن تاته الرابع كان النسبة تهديفية قال لي طر الغنام اجاب لحدك السؤال في اللقاء وقال لك ان احنا بنجرب يعني لعيبة في لعيبة مصابة راجعة فوضع طبيعي ان التهديف يقل لما تكلمنا على نقطة الشوت التالت والشوت الرابع التهديف نسبته قلت شوية احنا ليه تكلمنا في الموضوع ده تكلمنا عشان احنا كالعيبة قدام اوجه جمهور او محللين في القناة المحترمة سقف الطموح زاد عند الجمهور وعندنا وعند الناس كلها فأي مزول في المعدلات الطبيعية او كده بيعمل بيعني الواحد بيشعر ب ده رأي هداف سبليد ويرضع عن التهديف كبير هداف يمصر كله فاللي عايز اقوله برضو ان ان الروح الروح النهاردة كانت برضو من المواقع يعني اللي انا بسطني في الموبارايتين عشان ناخدهم كلهم ان الروح اهم ما يميز هذا الفريق نعم الان فالروح دي عامل اساسي من عامل المكسب بتعوض اي نقص واي حاجة الروح بتعوضها زائد ان فيه سبات عند معظم اللاعبين وهو المدرب بيحاول اراحة اللاعبة بفترات معينة بحيث ان ما فيش يحصل ارهاق او كده لان عنده مباراة تالتة وهي فاصلة وبعد كده هيفدأ يشوف الاعداد لدور القابل النهائي اللي هكون لسه قدامنا ما يقرب من 20-25 يوم على ملاقات الكاسبان من مصرية الاتصالات والزمانيك نعم طب كابتن طهر يعني انا اتصور انه مكاسب المباراة النهاردة يعني استكمال المكاسب اللي احنا كسبناها في المباراة الاولى يعني ايه يعني احنا خلصنا الكاس كان مفروض او كل العالم متوقع يبقى فيه ضرب لانه طبعا فيه نشوة الناصر واللعب افكت زي ما بيقوله ولكن المباراة دول كوبي بيست من بعض نفس ماشى في نفس الاتجاه في نفس السياسات في نفس التركيز يعني زي ما بيقوله احنا ماشيين في الطريق الصح طبعا انا بتكلم على اساس ان مين اللي ساي او مين القائد هو ميستر اوجستي ليه فكر في الموضوع يعني انا يعني مع كاب سلعاوي ان صحيح لسكور قال بس لو حب الكوتش ان يخلي لسكور فوق المية كان خلاه فوق المية عادي جدا انما هو عامل روتيشن ما بس ما ثبتش يعني ما ثبتش خمسة لكوارتر نعم كله لعب الاثناشر وكله بفترات متساوية والمسألة مش كان هدفه ان الاسكور يعلى اكثر ومع ذلك الاسكور عالي جدا صحيح يعني الاسكور عالي جدا وبعدين هو بيبتدي بخمسة من العناصر الخبرة او القديمة برضك يعني ما بسديش بالناشئين في الاول عشان يقرأ الوضع هيبقى ايه وعشان يتحلو بعد كده فرصة ان هو يشرك الاثناشر نعم يشرك الاثناشر عشان يرسم في مخيلته كل ما هو محتاجه منهم في الفترات الجاية استعدي بكل اسلحته من اللعيب بزبط انا جاي انا داخل على القبل النهاية والنهاية معايا كل حلولي دفاعي هجومي كله تمام لانه داخل على معمعه هيبقى بقى هيختار الاثناشر اللي هيلعبه المتش بناء على الريبيجين او الزكيره بتاعته من الكل المتشط طب احنا متشنا لقب النهاية اللي جاي ان شاء الله يا كابتان عشرين صح؟ عشرين اربعة مشين اربعة تقريبا طب ده فتر شهر بتهيالي هيلجع لمتشط ودي اكيد شهر طبعا ده ممكن يلجع لمتشط ودي بس اعتقد باعد بس في نقطة في نقطة وانا عاسفة كابتان انت عندك من الدور ده فيه اربع فرق اوه نوك اوه خلاص وفيه اربع رياحه قريدي اربع بره واربع كمله هتلعب مع مين وكله برايح اذا خلاص رايح مش هيتمره خلي بال حديك دي ازمة انت بالوقت انت الاربع اللي تلعب فوق ما انت مش تلعب مع خصم ضدك انت هتلعب مع الناس اللي مشوا اللي مشوا اقول ليه الفرق اللي مشت او غدرت البطولة واخدين اوف سيزون خلاص يعني هتلعب مين موسيب انتها ما عندكش متشط ودي مش تلعب ها يعني هتلعب مع مين الا اذا الا اذا لعبت ماتشاط مع الفرق اللي جاية البال ممكن الفرق الافرقية اللي جاية هتلعب هنا ما هتلعب فيه تصفات افرقية هنا الفرق دي هتيجي بادل عايزة تاني ماتشاط ودية اهلا تعال فكرة صعيبة دي يعني ما فيش حاجة تانية الفرق جاية مشتعدة معهم اثنين تراتة اجانب فرق من تونس ورواندا ويهو الكلام ده كله واحنا ههمنا تكون مبارات على مستوى عالي ما ههمناش ان احنا نلعب مع فرق اقل لكن نلعب اه ودي هتبقى فكرة جيدة جدا وفكرة هتبقى حاجة سباقة بالنسبة لل وسهل هم يبقوا جايين عايزين لقوا فرق يلعبوها لان العشر مبارات اللي جايين يعني الباست اوف فايف والباست اوف فايف اللي جايين همون اشرص واقوى ما يمكن انت بطل وعايز تحافظ انك انت بطل في الموسم ده والفرق الاخرى برضو مش عايزة تطلع سفر اليدين من الموسم ده صح صح نقول لحدك مع معا احنا جايين على تحدي قوي وتحدي شديد لانه وانا رأيي يعني فرصة ان احنا نستغل البال تصفياتها هنا ونعملنا مطشين تلاتة مع الفرق اللي موجودة ان الفرق بتيجي بادي تهاتة اربعة تيام تعمل لك مطشين جمدين يجاي سوك للفرق اللي جايه وتشوف نفسك برضو مع الفرق والاجانب خلي بالك الدفاع على الفرق والاجانب لان انت مطشاة مصر التأمين ما كانش فيها اجانب فانت هتطلع فقبل النهاية هتلاعب سواء الجزيرة معا اجنبي سواء بعد كده جزيرة زمالك اتحاد كله معا اجانب واجانب على مستوى عليه يعني وفارت الجزيرة مش حيينة اقوى اتفاع في الدول يا كبتون اقوى اتفاع في الدول معا مدرب اثماني جايه جدا اولاد زغارين ناشئيين بيجروا يعني اعتقد نفس السياسة اللي موجودة خلي بالحضر افضلوا اول الدوري اللي تقريبا نص الدور الترتيبي كان هم اول الدوري نص الدوري الترتيبي الجزيرة كان في اول الدوري ففرقة محترمة فرقة قوية فرقة قوية والدليل اعتقد الاربع فرق اللي هيوصلوا للدور القابل النهائي هايبا مستوى القوة يعني متقارب بينهم اللي هيفرق هو الروح والجدية والاداء في الملعب نعم للزمالك برضو هايبا قويس الاهلي الحمد لله في لقاءة عالية ذهنية وبدنية وفنية النادي لتحاد سكنداري بطل الموسم السابق لهذه المسابقة والسنادي لم يوفق في اي اخذ اي بطولة فبرضو ليه تطلعات هتلاقي جزيرة نفس الكلام الاهلي زمالك ممكن اكبتنى احد اللقاءات خلصت من الم 4 او الثلاث لقاءات الآخرى ومصير الاتصالات خلصت بفوز نادي الزمالك فرق نقطة واحدة 85-84 في مباراة اللي شافها قال انه الاتصالات كانت اقرب الى الفوز من نادي الزمالك وابتقى سلسلة واحد واحد المباراةين القادمين وأعتقد ان تبقى على ملعب نادي الزمالك وأعتقد الاتصالات برضو ضيعت الكرة الاخيرة آخر هجمة للاتصالات يبقى نتيجة سبورتنج والجزيرة محتاجين نعرفها وطبقى نتيجة ايضا اتحاد سكندري واسموحة بتقامل ساعة تمانية ونص تمانية ونص انما السبورتنج والجزيرة معرفش تلعبت ولا ما تلعبتش لو تلعبت يا جماعة بس برضو نشوف نتاجتها قبل ما نختم على السادة يعني الحمد لله اللي احنا مطمئنين ان احنا عدينا الدور ده بدون اصابات وبمستوى ذهني وبدني وفني عالي جدا وعطاء فرصة للناس كلها زي ما كابتن طاهر قال ان حشان يشوف ان معظم اللاعبين اللي موجودين في حالتهم البدنية والزناية ويعمل احسن توليفة من 12 اللاعب في المبارات القادمة فكرة الرئيضة اللي انت قلتها اللي هي المباريات من الناس اللي جاية تلعب اصبا كابتن الجزيرة كسب كده 2-0 للجزيرة على سبورتنج اذا نقترب خطوة من ملاقات بعضنا الجزيرة غالبا من نسبة كبيرة الكلام ده انت قلته في المباراة الاولى قلنا احنا الاقرب الاقرب نادي الجزيرة للمبارات ليس سهلة تكون على ملعب بورج العرب لكن الحمد لله في فترة توقف طويلة نقدر نستعد فيها ان شاء الله خلاص احنا كده يعني انتهى اليوم كابتن سلعيو بشكر حدك شكرا جزيرا نورتين وشرفتين اكت شكرا كابتن هيسم واحنا احنا اللي بنشكرك على هذه الفترة الجيدة حيث انك يعني مزيع لامع ويعني نجيب كمان كابتن متشكرا تلميز حضرتك كابتن طاهر بشكر حضرتك شكرا جزيلا احنا المتشكرين وبنشكركم وبشكرك شخصيا وكمان القائمين على العمل كله وبنشكرهم على التغطية الواسعة دي لالعاب الصلاة عموما والباسكت خصوصا مهم الباسكت التحييز لواع للباسكت واحنا ستوديو باسكت بشكر حضرتكم شكرا جزيلا انتظرونا في جوالات اخرى مع ستوديو الابطال بشكر حضرتكم شكرا جزيلا